إلى الرياضة حيث التقى فريق النهضة للعصم الجمينة بناظره إيجي لمدينة كمرى حاضرة إقليم مندول الوراء انتهى لصالح نادي النهضة الجمينة عباس أباكر مصطفى اليوم الرابع منذ بداية الدوري لبطولة الوطنية لكرة القدم في كافة الأراضي الوطنية وهذا البدء قد تسبب مفاجآت لبعض الفرق المشاركة في البطولة ففي ملعب الرياضي باريكونغو حيث التقى فريق إبيل لمدينة مندول مع خصمه RFC لمدينة أنجمينة والمفاجأة الكبرى هي خسارة RFC أمام ضيفه إبيل لمدينة مندول بالثلاثة أهداف مقابل هدف وفي نفس الإطار هزم فريق أسكوتونشات خصمه أسدبا بملعب إدريس محمد أوياد بمدينة أنجمينة بنتيجة هدف دون مقابلة وفي ملعب كرة القدم لأكاديمية فرشا حيث أهرز فريق إليك إسبور على ثلاث نقاط على نظيره فريق مندول وتشير الأنباب أن في بعض الأقاليم البلاد خاصة مدينة بيلتن حيث خسر فريق أس بيلتن عمام خصمه تيربيون بهدفين مقابل هدفه وعلى حسب المصادر التي وصلتنا من بعض أقاليم البلاد تفيد بأن فريق فلاء إديفيس هزم نظيره أس مونغو بنتيجة هدف دون مقابل وفي الأيام القادمة يجب على الفرق الخاسرة مضاعفة الجهود حتى لا تتكرر الأخطاء أو التوالي الخسارات بهذا الخبر يضيني معكم هذه النشرة دونتم في رعاة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله شكرا